يا سيدات والسلام عليكم ورحمة الله الموازنة خلينا نعرف الأول فرق من الموازنة والميزانية الموازنة اللي من عليها البجت دي بتبقى للمتوقع في كل حاجة مباعاتنا لاني بتبتدي أول بمباعات يعني عشان نعمل الموازنة بتاعتنا بني بتدي من المباعات وعكية تكلفة المباعات بعد كده كل إدارة بتدي المصارف بتاعتها رغاية ما نوصل لصف الربح صف الربح ده بتحقق من الإدارة العالية تمام مصبوط معها كده خلاص الموازنة انتهت وش مصبوط نبتدي تاني نعيد الكرة من جديد ونعلل المباعات ونفكر ازاي نقدر نعلل المباعات افتح فروع جديدة بلدان جديدة المهم بنحاول نوصل ان احنا نعلل المباعات وبالتالي نعلي صف الربح دي الموازنة او البودجت طيب ومالقي الميزانية او البالانشيت او الفينانشال بوزيشن الميزانية بتبقى عبارة عن اللي فات وتقفى ثلاث حسابات الاصول الالتزامات وراس المال او حول ملكية جايت فالموازنة لللي جاي البودجت والميزانية الفينانشال بوزيشن او البالانشيت لللي فات عشان نعمل الموازنة محتاجين الاول بنعملها على مستوى كل قسم فبالتالي الاول بخش على البعد المحاسبي البعد المحاسبي تكلمنا لنا حلقة احنا عن البعد المحاسبي حرفق الفيديو اخر الفيديو ده جايد البعد المحاسبي هو لو انا عندي مصروف عايز اوجيه على قسم محدد او مركز تكلفة محدد او مشروع محدد فبحدد هنا البعد المحاسبي او ملي ده 자 durum ملي ده ملك المركز التكلفة ده بينزل جزء من البعد المحاسبي هو بينزل كده كل بدي вспرب بيقولك الد lookin بيدي لك خيارات الخيار اللي عنده مركز مركز تكلفة والمشاريع. انا بيعايز ازياد بخش هنا على مركز التكلفة على البعد المحاسبي عذرا وبحط انا عايز لا على الادارات كمان وعايز على الاعتماد المستندي. نرجع الفيديو الخاص بالبعد المحاسبي حنفهم اكتر. فبقول هنا الادارة جيد. انا اول حاجة بحدد البعد المحاسبي. انا هشتغل طبقا لكل ادارة. النقطة اللي بعد كده طيب انا حطيت موازنة. عايز افهم السيستم ايه على ايه على مستوى ايه والتولى على مستوى كل ادارة. جيد. بعد كده بفهمه هتتوزع ازاي. هل هتتوزع كلها. لو انا ايه المليون هتوزع المقاسم المليون على الاثناشر وخلاص يبقى ده سنوي. طيب. في بياء بيتم كده. وفي انا شايف ان افضل ان احنا بتبقى تبقى للمبيعات. لان كل المصارف بتتأثر بالمبيعات هبوطا وصعودا. فعلى سبيل المسال احنا قلنا توزيعها. انا شغال في بيزنس. لو احنا خدنا امثلة بيزنس زي لو شغال حاجة في المأكلات او في الطعام او في الاغذية. فده بيعلى المبيعات بتيعلى في رمضان في المواسم الاعياد. دي النسبة دي بتبقى عالية. وبتهبط ايام المدارس. كله بيركز في في ادوات المدارس وبينسي شوية يجيب الحاجات الزيادة في موضوع الاكل والشرب. ولعكس بيتم لو انا شغال في موضوع المدارس. فبلاق ان انا مع بداية السنة نسبة نبعات بتيعلى. جيد. وبتديد تقل وتترفع تاني مع النص دراسة التاني. فبالتاني انا هنا البزنس بتاعي بيبقى هادي بيعلى. مع اواخر الشتاء. بيبقى عشرة. ويعلى تاني مع الصيف. جاي وبعد كده يهدى مع اوغست. فهنا يبقى هنا مش 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 هوزع الموازنة بالتساولة. ده تبقى للمبيعات. انا ممكن اخلي توزيعين. توزيع خاص بالمبيعات وتوزيع خاص بالادارات. مثلا ادارة الحسابات او ادارة المالية او ادارة المالية او ادارة المالية البشرية. لو افتراضا يعني بتتقصرش بالمبيعات بقول خلاصية حنقسم على 12 او زي ما احنا عايزين. يبقى احنا اول حاجة عرفنا من البعد المحاسبي او العرفنا ان انا حشتغل عرفت الادارات. جيد. بعد كده عملت التوزيع يبقى اعمل ازاي? ابتدي بعد كده احط بقى الموازنة بتاعتي. اجي هنا عند الموازنة. انا حطيت اول موازنة هنا. قلت له انا هعمل على مستوى القسم. وده قسم مبيعات. بيسألني التوزيع يبقى ازاي? قلت له التوزيع يبقى بواحد اللي هو ايه? اه على حسب اه معدلات المبيعات السنوية انا قدرتها. اه جيد. اه وحددت الشركة والسنة المالية هشتغل خلالها. طيب ده باي دفولد. يعني هو كده السيستيم. عندي تلات اختيارات. لو ما اخترتش حاجة من الاتنين دولارت. هو الخيار ده بقوله في حالة ان انا اه في الطلب. النهار ده انا حددت له خلاص. هنشتغل المصاريف الفنية هتبقى كزا والمبيعات هتبقى كزا. اه بيسألني هنا طب لو زادت. الناس عملت طلب مواد. وطلب المواد زاد. طلب المواد لو هو زاد. اللي يتم عندي على مستوى الشهري. او عن مستوى التراكمي. فانا بدي هنا خيار. يقول له اف تماما. ما تعملش طلب. طلب المواد بوجه عام. يعني حتى الاستشري ممكن يبقى لها طلب مواد. وما تتخزنش. يعني دي حاجات في المخازن احنا خلينا في نفهم النقطة دي وان شاء الله الموديول بتاع المخازن ده نفهم اكتر انا اقصد ايه. فانا بقوله على مستوى الشهر. لو تجاوز مستوى الشهر. انا بقول انه شهريا هننفق على ودات كتابية اه عشر تلاف. تجاوز خلاص بي انا بدي له تلات خيارات. طيب هنا على مستوى التراكمي. يعني ايه? يعني في شهر ما طلبش حاجة. في شهر التاني ما طلبش حاجة. جي في الشهر التالت طلب بمئة الف. او طلب بخمسة وعشرين الف. لو قلنا كل شهر عشرة يبقى انا هيسمح له. حتى لو هو طلب في شهر جي في شهر مارس انا هطلب حاجة بخمسة وعشرين الف. بقوله هنا في حالة التراكمية. هنا اشتغل بالتراكمي. في حالة نوع التراكمي اللي يتم. جاي? يبقى انا عندي هنا احبدي له خيارين. في حالة الشهر ايه اللي يتم? وفي حالة التراكمي ايه اللي يتم? في الشهر انا ممكن اقول له لا اديني بس فكرة كده او تحذير او تجاه. نعم اقول له له تراكمي. لا اوقف بقى. كده يعني بقى تلات شهور حيتعد او بعد ستة شهور حيتخطى. لا اوقف لهو تعدى الموازن. طيب هنا او الخيار انا ممكن ادي هنا ده او زائد. امر الشراء. امر الشراء انه يتجاوى صبر نفس القصة على الميزانية السنوية او التراكمية. جيد. ده بالنسبة الامر الشراء. هنا اه بنتكلم في ايه? اه لو الميزانية السنوية المخصصة. يعني ده على مستوى ايه? المصروف. يعني مسلا انا انا حضط له مئة الف. ما يزيدش عن مئة الف. جايز? جيد. اه بغض النظر عن طلب المواد انا ممكن انه ما اختارش ده وما اختارش ده. هو هو لازم اتعامل مع ده هو اه كدفولت. حيقول لي اللي يتم. فممكن انا لو الامور معي مش واضحة بقوله تجاهد. خلاص. باتشجرش بالك. ايه اللي حيتم لو هو تجاوز سواء الميزانية الموازنة كتراكمية او اه اللي محطوطة شهر بشهر. جيد. وحط هنا البنود. انا وشوفنا ده. حطت هنا البنود. طوله النفقات السوقية هتبقى مليون. نفقات الصيانة هتبقى متين الف. هو اختار ده مباشرة انا ما اخترت شوية ده هو اختار ده. جيد. خلصنا كده يبقى النقطة اللي بعد كده ان انا بشوف التقارير. انا محتاج ان انا بقى اشوف شهر بشهر اشوف ايه اللي تم. هو بيدهني هنا على مستوى سنوي. يعني انا قللي على المستوى السنوي ايه اللي تم? ان انت الفعل ادي ايه? والبجيت اديه والفعل اديه والفرقات اديه. ممكن اقول له على المستوى الشهري. لو انا عنا شوف شهر بشهر. اللي بيتم. وممكن على التراكمي. التراكمي ان هو بيديك لا انت كان لك هنا ستين. ما استخدمت مش لنا حاجة. ضفتهم لك على الشهر اللي بعده. ما استخدمتش حاجة بضيفه مع اللي بعده. ما استخدمتش حاجة بضيفه مع اللي بعده. ده اسمه تراكمي. ويديك في الاخر خالص اللي ليك صاف اللي ليك موجود. جيد احنا هنا في مصاريف بس ايه مصاريف بسيطة. اه عشان كده هي ايه مش واضحة. انما هنا هو اه هتلاقي فيه في يونيو ازرعه بسيط. دي مصاريف تمت. وهنا دي برضو فيه مصاريف تمت. جيد. هنا انا بقدر زي ما قلنا انا اختار بالفترات اللي انا عايزها. اه هنا بالشركة بتاعتي. هنا حاليا هم بس مركز تكلفة ومشروع. انا تواصلت معهم. من خلال فقالوا دي بج. يعني ان شاء الله تتعدل. نعمل ان هي ايه ايه احضرك اشتغل. وشوف موازناتك وشوف دنيتك. نعمل ان شاء الله على بداية السنة تكون احنا دولات شغالين ده تلتاشة بوين ناين تاري. اعمل تلتاشة بوينتين تكون تحلت. وايه وبقى فيه خيار ان انا اقدر اعمل بالادارة. جيد. اه كده اعتقد كل ان انا كنت محتاجة اقوله. قلته. اه انا كتب الله ان انا عليكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله.